اكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكية هيدر ناورت في بيان نشر على موقع الوزارة ان شبه جزيرة القرم جزء لا يتجزأ من الاراضي الاوكرانية تصريح المسؤولة الامريكية جاء ردا على تصريحات ادل بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارة الى مدينة سيفاستوبل المحتلة في شبه الجزيرة في اطار حملته الانتخابية اكدت ناورت ان الرئيس الروسي يؤكد مرة اخرى مزاعم روسيا الباطلة فيما يتعلق بضم الاراضي الاوكرانية وعلى عدم اكتراثه بالقوانين والاعراف الدولية وعدم احترامه سيادة واستقلال الدول البيان شدد على ان العقوبات الامريكية المفروضة على روسيا ستبقى قائمة حتى تعيد روسيا شبه الجزيرة الى اوكرانيا اشتركوا في القناة